اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الاهتمام بتطوير وتعزيز الاستثمار في الطاقات البحرينية الشابة وتوفير الفرص النوعية التي تفتح افق المستقبل امامهم بما يحقق التطلعات والاهداف المنشودة ويحقق التقدم لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حافظه الله واشرى سموه الى ان المملكة مستمرة في العمل على وضع الخطط والمبادرات الساعية الى تشجيع الشباب البحريني وتحفيزهم على الابداع والابتكار لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في كافة المجالات بما يصب في دعم اهداف التنمية المستدامة جاء ذلك لدى لقاء سموه حافظه الله عن بعد اليوم بحضور معالي الشيخ محمد بن عيسى الخليفة مستشار الشهون السياسية والاقتصادية بديوان ولي العهد ورئيس اللجنة المالية والإدارية لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية طلبت الدفعة الثانية والعشرين واعضاء مجلس إدارة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية حيث هنأ سموه الطلبة على اختيارهم ضمن هذه الدفعة مشيدا بما أثبته من قدرات عالية تمكنوا بها من اجتياز سلسلة التقييم والاختبارات المؤهلة لبعثات البرنامج متمنيا لهم المزيد من التوفيق حاثنيهم على الاستفادة التامة مما يقدمه البرنامج لهم وابلوغ ما يصبون إليه من طموح منويا سموه بما حققه برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية من نجاح منذ انطلاقته والذي أسهم في تمكين الشباب وأصقل مهاراتهم وتبويهم للمراكز المختلفة والبناء على ما تحقق من إنجازات تدعم أهداف البرنامج وتصب في صالح الوطن متمنيا للقائمين على البرنامج دوام التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة معربا سموه عن شكره لدعمي البرنامج من مختلف المؤسسات الوطنية والشركات الكبرى الذين أسهموا بتعزيز سمعة برنامج المنح ومخرجاته عبر الدفعات المتتالية وقد أعلن برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية عن أسماء الطلبة الفائزين بالبعثات لعام 2021 وتضم الدفعة الثانية والعشرون من الطلبة الفائزين كلا من ليالي زهير اسماعيل كازروني من مدرسة ساند كريستوفر ليان ريان كازروني من مدرسة ساند كريستوفر زياد خالد أحمد السخي من مدرسة بيان البحرين طلال إحسين عبد الله الخواجة من مدرسة ساند كريستوفر حنان حسن علي الصفار من مدرسة جدحفصة ثانوية للبنات خاتون صباح حميد الصباح من مدرسة جدحفصة ثانوية للبنات نور جعفر محمد طارش من مدرسة سارة ثانوية للبنات السيد جواد علي جعفر الغربي من مدرسة لنعيم الثانوية للبنين صالح ضيف حسين عبد الله من مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين محمد مراد محمد فضل من مدرسة لنعيم الثانوية للبنين وقد تم اختيار الطلب الفائزين ببعثات سموي ولي العهد عام 2021 من ضمن 358 متقدما بحرينيا من المدارس الثانوية الحكومية والخاصة داخل وخارج البحرين المستوفين لشروط التقديم وذلك بناء على معدلاتهم التراكمية بالإضافة إلى نتائج امتحان الآيلتس وامتحانات السانت ونتائج البرنامج التدريبي لتنمية المهارات القيادية والدورة في النقد الفكري التي نظمها البرنامج عن بعد خلال مرحلة الترشيح العام الماضي جدير بالذكر أن برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية يتيح للطلبة حرية اختيار التخصصات التي يرغبون بها من الجامعات التي يحصلون على القبول فيها وقدم البرنامج 207 بعثات لطلبة البحرين من جميع شرائح المجتمع بناء على كفاءتهم الأكاديمية منذ تأسيسه في عام 1999 بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله اشتركوا في القناة برنامج اشتركوا في القناة